تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعا رسالة خطية من أخيه صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين كما تضمنت الرسالة بمناسبة ذكرى الثلاثين لتحرير دولة الكويت شكرى صاحب السمو أمير دولة الكويت واعتزاز سموه والشعب الكويتي بالموقف التاريخي لمملكة البحرين وأهلها الكرام والذي يعكس أواصر الأخوة والترابط الوثيق بين البلدين الشقيقين وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت خلال استقبال جلالته له هذا اليوم حيث نقل معاليه إلى جلالته تحياته وتقدير أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت الشقيقة وتمنياته الطيبة لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار كما كلف جلالته معالي وزير الخارجية الكويتي بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لصاحب السمو أمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والرقي معربا جلالته عن اعتزازه بأواصر العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين من جانبه عرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على المواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت ترجمة نانسي قنقر